السلام عليكم أساطير HD Action بطل فيلمنا النهاردة محقق سابق وشاطر جدا في المستقبل بيشتغل عامل للوقت بعد ما قرروا يخترعوا تليفون يتواصلوا بيه مع نفسهم في الماضي ورغم إن البطل كان بيمنع الجرائم كلها بسهولة إلا إنه بيتصدم بشخص زاكي جدا بيكشف صغرة في النظام الخارق ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا مع ديفي اللي قاعد بيحكي إن أبوه كان صانع ساعات ماهر جدا ودايما كان بيقوله إن الوقت مجرد وهم بيخلقوا العقل البشري علشان يتحمل الشيخوخة والأمراض المزمنة ورغم إن ديفيد ما كانش مصدقه إلا إن حلم الوالد كان بيتحول لحقيقة شيئا فشيئا لحد ما بنوصل لوقتنا الحالي وديفيد العجوز أصبح عميل للوقت وبنشوف بنت وقع قدامه ميتة بعد ما خبطتها عربية وطلعت تجري فبيتواصل ديفيد مع نسخته في الماضي وبيحذره من الجريمة دي وبيقوله الوقت والمكان بالزبط فبيجري ديفيد نسخته في الماضي على النت بسرعة وبيقدر ينقذها من الموت المحقق فعلا لكن بنعرف إن بعد كل عملية من دي بيحصل خلل في الدماغ شوية بسبب الصفر بالزمن خصوصا إن الزكريات بتتداخل مع بعض سواء لما البنت ماتت أو لما البنت عاشت وبيرجع بعدها ديفيد المكتب الرئيسي اللي بيشتغل فيه وبيروح يقابل مديره اللي بيفجأوا إنهم قبلوا عاملة جديدة اسمها أنا واللي بتبقى بينت عامل سابق صاحب المدير علشان كده قبل إنه يشغلها معاهم وبيبان على أنا إنها رفضة موضوع أبوها ده وعاوزة تبرز مهارتها بنفسها أما ديفيد فبيكون متدايق لإنه مش عايز لسه يعلم حد مبتدق ويتحمل مسئوليته وبسبب كده لما بتقوله أنا إنها مبسوطة بشغلها الجديد مع أسطورة زيه بيعرفها ديفيد إن الشغل معاهم مهم جدا ولازم تبقى حازرة في كل خطوة بتعملها فبتتدايق أنا من طريقته وبتأكد له إنه لسه ما يعرفهاش لكنها بتتصدم إن ديفيد بيقول لها كل معلومات حياتها وهو لسه شايفها حالا لدرجة إنه بيعرف إن عندها كلب وبتعزف على جيتار فبتسأله أنا إزاي عرف كل الكلام ده لكنه بيقول لها إنهم هيتكلموا في الموضوع ده بعدين دلوقتي على فريقه اللي من النخبة وبيبدأ بأول واحد واللي بيكون القائد التاني والمساعد الرئيس لديفيد واسمه ماريانو ومن بعده أليكس العقل المدبر للوحدة بتاعتهم وأخيرهم فيدي اللي بيدير العملية التقنية وبعد ما بيعرفها عليهم بيتمنى ديفيد إنها تكون على قد المتوقع منها بعدها بينزل الفريق للشارع وبتبقى في جريمة قتل والكاميرا سجلت كل حاجة وعن طريقها عرفوا إن فيه اتنين حرمية هما اللي هجموا على الراجل وقتلوه وأخدوا فلوسه في وقت معين فبيعمل ديفيد الاتصال بنفسه قبل شوية وبيروحوا يقبضوا على الاتنين دول قبل ما يقتلوا الراجل لكن واحد فيهم بيتعصب على ديفيد جدا وبيرفع السلاح فوشه بس ديفيد بيتحدى إنه مش هيقدر يضرب النار لكن لما الشاب بيحاول بس بيلاقي أنا بتهجم عليه وبتشلة حركته في لحظتها والكل بينزف دم من مناخيره بسبب تداخل الذكريات مع بعض خصوصا إنهم حرفيا منعوا الجريمة من الحدوث خلاص وطبعا بتحس أنا بالذات بقالم أكبر لإن دي أول مرة ليها وبتفهم إن التأثيرات اللي بتحصل دي ضرورية لإنها بتشيل ذكرى الجريمة وبتحط الذكرى الجديدة بعدها ديفيد بياخدها وبيروحوا للمكان الخاص اللي بيتم عن طريق السيطرة على جميع الكاميرات ومديرة المكان ده واحدة بتسمى الحارسة واللي بتأكد لأنا إن الكاميرات هي الأساس في الموضوع لإنهم لو ما قدروش يشوفوا الجريمة مش هيقدروا يمنعوها من الحدوث ولما بيدخل ديفيد لمشرف الوقت الصارم فيكتور بيتصدم إنه بيزعق معا جامد بسبب إن في أوقات كتيرة مش متسجلة في التقرير بتاعه وده ما ينفعش لكن رغم كده ديفيد بيعرف أنا إن فيكتور شخص كويس بس مزاجه متقلب حبتين وبتستغرب أنا من طريق ديفيد معاها وبتقول لواحد من الموظفين إن زوجته زمانها تعبانة جدا من تصرفاته دي لكن الموظف بيعرفها إن زوجة ديفيد متوفية من فترة وما فيش في عيلته غير بنته الوحيدة ألمة واللي في الوقت ده بيكون ديفيد واقف بيرقبها من بعيد وهي رايحة الجامعة وبيلاقي شخص بيخبط فيها من غير ما ياخد باله فبيوقع المشروب على الرسومات اللي عملتها ألمة ولما بيلاحظ ديفيد إن ألمة دايقت لإنها تعبت في الرسومات بيقرر يتواصل مع نسخته في الماضي علشان يحل الموقف ورغم إنه ممنوع تماما استخدام التقنية دي في أمور شخصية لكن ديفيد لما بيعرف إنه محدش شايفه بيرجع بالزمن وبيسأل الشخص ده عن الساعة قبل ما يخبط في بنته والموضوع بيعاد في سلام بعدها بيروح ديفيد يزور صاحب عمره خوان اللي بيبنى عليه إنه في حالة صعبة جدا ومش بيتكلم ولا بيتحرك بس واعل اللي بيحصل حواليه لكن بيجي تليفون لديفيد وبيتحرك فورا علشان يتصدم إن في بنت مدبوحة في الكلية بتاعت بنته وللأسف ما قدروش ينقذوها لإنه الحد ما شافوا الجثة كان عدى خمس ساعات كاملة عن الحادث علشان نفهم إن التقنية اللي اخترعوها دي أخرها خمس ساعات بس مش أكتر ولو حد مات وفضل أزيد من الخمس ساعات مش هيقدروا ينقذوه ولإن ديفيد كان محاقق قبل ما ينضم للفريق ده بيقدر يكون شوية معلومات عن الضحية واللي أهمها إنه تم شدها للمكان ده عن طريق راجل ضخم الجثة وبيروح بعدها ديفيد للمدير وبيعرفه إنه بعد ما عمل تحرياته اكتشف إن الكاميرات كان فيها عطل وبيأكد له إن الموضوع ده مش صدفة وإن القاتل ده عارف كويس هو بيعمل إيه وملم بالنظام وإزاي يقدر يلاقي صغر فيه خصوصا إن القاتل كان ممكن يتخلص من الجثة بأي طريقة لكن بدل من كده سابها في مكان يقدروا يوصلوله بسهولة علشان يتحداهم وقتها بيقلق المدير وبيأكد لديفيد إن لو الشرطة عرفت الموضوع هيكبر ولازم ديفيد يحقق في الموضوع ده بنفسه خصوصا إنه من ساعة مخترعوا التقنية شافوا إنها لا تقهر وما كانوش عاملين حساب يوم زي ده وقبل ما يمشي ديفيد بيأكد له المدير إن لو الموضوع كبر المنظمة بتاعتهم هتختفي للأبد لإنها هتثبت فشلها في الوقت ده بنكتشف إن ألمة بنت ديفيد بتعمل فيديوهات على النت بتتكلم فيها عن نظام الوقت والتقنية الفريدة اللي عملوها لكن بيبقى الكلام سلبي جدا لإن ألمة شايفة إن الحكومة علشان تريح دماغها من المشاكل عملوا النظام ده وأصبح في عدم مسواة وتجسس على الناس في كل مراحل حياتهم تحت راية الحماية مش أكتر والتاني يوم بيكون أليكس بيتمرن على القتال مع المخاضر ماريانو ولإن ماريانو خبرة كبيرة بيقدر يهزمه بسهولة وقتها بتقرر أنا تشارك وبتتحدى ماريانو اللي بيخافي إذيها لكن لما بتبدأ المواجهة بينهم بيكتشف إن أنا مقاتلة من الطراز الرفيع وبتقدر تهزمه بسهولة وبتخليه استسلم وهنا بيدخل ديفيد وبيطلب منهم يتجمعه فورا وبيبدأ يشرح لهم المهمة الجديدة اللي هيحققوا فيها ولازم يعرفوا مين القاتل في أسرع وقت وإيه اللي عملهم في خطر وبيوزع الأدوار على الكل وبيقرر إن أنا هتتحرك معه هو لكن لما بيركابوا العربية بتسألوا أنا إزاي إدر يعرف كل المعلومات عنها لما شافها أول مرة فبيبدأ ديفيد يشرح لها إزاي إدر يحلالها بمجرد رؤيتها وده بسبب إنه كان محاقق مخاضرم وعنده موهبة لا تصدق بعدها بيروحوا بيت البنت اللي ماتت وبيتصدموا لما بيلقوا شخص تاني مقتول بنفس الطريقة وطبعا عدى عليه خمس ساعات فمش هيقدروا ينقذوه ساعتها بيروح ديفيد للحارسة وبيطلب منها تخلي رجالتها تقلب في كل الكاميرات عن شاحنة كبيرة عدت أكتر من مرة لإن دي الشاحنة اللي بيستخدمها القاتل لنقل الجسس بعدها بيرجع ديفيد بيته يقرى شوية وبيبص على صورته مع بنته وينام وبيفضل يحلم بمراته وبنته لما كانوا عايشين حياة جميلة جدا مع بعض ولما بيفوق من النوم بيشوف مراته قدامه وهي بتقوله إن القاتل بيتحداه لكن بيكتشف إنه كان بيحلم كالعادة وبيقوم مفزوع من النوم وبيتحرك بعدها مع أنا علشان يمسحوا منطقة معينة وبيتفاجئوا بقصة جديدة مقتولة بنفس الطريقة ومرمية على الجسر قدامهم ديفيد ساعتها بيرجع للمدير وبيعرفوا اللي حصل لكن المدير عايز إجابات مش عايز شرح وبيطلب من ديفيد يصرع العملية شوية لإن المسؤولين الكبار بدأوا يتضيقوا فبيروح لمسؤولين الوقت وبيسألهم إذا كانوا شافوا حاجة غريبة في الكاميرات ولا لسه لكن محدش بيتكلم وهنا فيكتور بيطلع وراء ديفيد وبيعرفوا إن في تداخل بيحصل في الكاميرات وأكيد القاتل بيستخدم مواصلات غير قانونية زي اللي عندهم وبيديله عنوان كمان يبدأ من عنده لإنه بيسق فيه بس مش بيسق في باقي زميله وبالفعل لما بيروح ديفيد ورجالته بيلاقوا عصابة بيستخدموا مواصلات مزيفة وبيبدأ ضرب النار في المكان بين الكل بمنتهى القوة وأنا بتقدر تطلع تجري وراء واحد منهم وبتخنقوا لحد ما بتخلص عليه وبيقرر ديفيد وماريانو يعذبوا واحد من المجرمين علشان يطلعوا بمعلومات منه إلى حد ما قتلوا تماما وفعلا بيروحوا للمكان اللي قالوهم عليه وبيلاقوا شخص ضخم الجثة كان لسه هيتبح البنت اللي أنقذها ديفيد قبل كده لكنهم أنقذوها على آخر لحظة أما الراجل الضخم فبيمسك ماريانو وبيطلب من أنا وآلكس يرموا السلاح ولما بيرموا السلاح علشان خايفين على ماريانو بيقدر ماريانو أنه يوقع السلاح من إيد الضخم والكل بيهجم عليه لكنه بيبقى قوي جدا وصاحب بنية جسدية مرعبة لحد ما بيوصل ديفيد وبيديله طلقة في دماغه علشان يهدى ويعرفوا يسيطروا عليه وبيفوق الضخم في القسم وبنعرف أن اسمه ماريو وبيقول لديفيد أنه مجرد رسول من شخص تاني وبيأكد له ماريو أنه بيعمل الصح ومحدش لسه فاهم حاجة وبيتصدم ديفيد لما بيقول له ماريو على موضوع أنه بالليل بيقرى شوية وبعدها بيكلم مراته المتوفية ديفيد بيتصدم من المعلومات الشخصية جدا اللي قدر ماريو أنه يعرفها فبيروح ديفيد للمدير وبيزعق معاه لأن ماريو مش القاتل الحقيقي وبيحكي له اللي قاله ماريو لكن الغريب أن المدير لما بيروح يستجوبه بنفسه بيتفاجأ أنه بيعترف بكل الجرائم لوحده وما قالش أي حاجة من اللي قالها لديفيد وبسبب كده الشرطة جدت نقله للسجن وخلاص الموضوع بتاعه خلص فبيغضب ديفيد وبيتهم مديره بالتواطق في الموضوع لأنه دخله السجن بسرعة جدا وقتها المدير بيتعصب على الآخر وبيطلب من ديفيد يسلم الشرى والسلاح بتوعه ويرتح شوية في البيت لحد ما يكلمه فبيروح ديفيد يقابل بنته ألمه اللي بيبان إنها متضايقة منه ومش بتكلمه بقالها فترة كبيرة وبنعرف إن ده بسبب إن ديفيد طول حياته شغال وما كانش مع بنته في أغلب اللحظات المهمة على مدار حياتها حتى وهي طفلة ورغم إن ديفيد بيحاول يقرب من بنته إلا إنها بترفض وبتسأله عن ماريو اللي مسكوه إذا كان القاتل الحقيقي ولا لأ فبيقول لها لأ فبتطلب منه يروح يدور على القاتل الحقيقي بدل ما هو واقف هنا فبيمشي ديفيد وهو متضايق وبيلاحظ شاب هيهجم على واحدة ويسرقها فبيجري بسرعة يضرابه وبيوقعه في الأرض لكن لما بيمشي ديفيد بيفوق الشخص ده وبيطلع وراه لكن قبل ما يقتله بتظهر أنا وبتقتل الشخص ده فورا وبتفضل تزعق مع ديفيد لإنه جالها مكلمة إن ديفيد اتعرض للطعن ومات وعلشان كده كلمت نسختها في الماضي وجد بسرعة علشان تنقذه فبيغضب ديفيد من طريقتها معه وبيسيبها وبيمشي وبيروح يقعد مع أخوان صاحبه شوية لكن بيلاقيها جاية وراه فبيقرر يحكي لها إن بنته بتكرهه جدا بسبب موت أمها وده لإنه في يوم من الأيام من سنين طويلة جدا أول ما بدأوا تقنية الوقت دي كان الموضوع لسه جديد ودايما بيوصلوا بعد الخمس ساعات ومش بيقدروا ينقذه حد لحد ما في يوم منزل ديفيد بيتعرض للاقتحام ومراته بتتقتل لكن بيبقى عدة خمس ساعات وما بيقدرش ديفيد إنه يعمل لها حاجة وبتفضل قال ما تطلب منه يديها الجهاز حتى يمكن تقدر ترجعها لكنه بيرفض في حزن لكن في طريقة لتجاوز موضوع الخمس ساعات دول وده عن طريق سلسلة من المكالمات يعني ديفيد يكلم نسخته من خمس ساعات ويعرفها فاتكلم نسختها اللي قبل كده وهكذا لكن الموضوع ده خطير جدا وأكبر دليل هو أخوان اللي ماتت مراته وحاول يعمل كده لكنه فاشل وتجنن وتحول لمسخ زي ما انتوا شايفين كده ومن اليوم ده وديفيد بيشوف مراته كل يوم بعدها بيتحرك على مكان معه أنا وبيلاقي في جثة جديدة وبيتأكد إن ماريو ما كانش القاتل الوحيد فبيرجع للمدير يزعق معاه لإنه ما كانش مسدقه لكنه بيتصدم إن ماريو شنق نفسه في السجن وخلاص مش هيقدر يتواصل معاه فبيسلمه المدير الحاجة بتاعته تاني وبيطلب منه يدور ورا الموضوع وبيلاحظ ديفيد إن الورقة اللي لقاها مع الجثة الأخيرة مقطوعة من الكتاب اللي معاه وما بيكونش فاهم إزاي ده ممكن يحصل وتاني يوم بتقدر الحارسة تحدد ملامح الشاحنة الكبيرة وبتبلغ ديفيد اللي بينطلق وراها فورا هو وأنا لحد ما بتوصل الشاحنة لمصنع مهجور فبيستدعي ديفيد فريقه بيقرروا يتفرقوا علشان يلاقوا القاتل والقاتل الحقيقي بيظهر فعلا وكل اللي بيشوفه بيستغرب هو بيعمل ايه هنا لكن القاتل بيضربهم كلهم علشان يفقدوا الواعي ويدخل لديفيد اللي بيتفاجئ لما بيلاقيه فيكتور مشر في الوقت وبنفهم إن فيكتور قدر من فترة يعرف إن كل عملية إنقاذ بينفزها ديفيد واللي معاه بتموت ضحية تانية بسبب خلل زمني علشان كده بدأ يقتل كل اللي أنقاذهم ديفيد علشان يحافظ على التوازن الزمني وكل حاجة تمشي طبيعي وده لإنه اكتشف فشل النظام اللي فخورين بيه وكمان حاول يعرف رؤسائه لكن محدش اهتم الكلامه وعلشان كده قرر ينفس بنفسه كل حاجة لكن الصدمة الأكبر إنه دبح ألمة بنت ديفيد وبيعرفه إنه كان بيدور وراها الفترة لحد ما قدر يقرب منها وعرف كل حاجة عن ديفيد وخد نسخة من مفتاح بيته كمان وده يفسر موضوع الورق اللي قدر يقطعها من الكتاب ولما بيحاول ديفيد يقتله بيعرفه فيكتور إنه عمل كل ده علشان ديفيد يقتل نفسه ويفضل يرجع بالزمن وينقذ بنته لكنه هيموت بسبب كده وبالفعل بيعمل ديفيد المكلمة رغم تحذير أنا اللي فائت ودخلت تتكلم معاه وبيفضل ديفيد يتنقل بالزمن وكل شوية يكلم نسخته في الماضي لحد ما بيوصل لمكان المصنع وبينقذ بنته قبل ما يقتلها فيكتور اللي فهم إن خطته نكحت لكن ديفيد بيديله طلقة فوراً في رقابته بعد ما نشر كل الأبحاث اللي جماها على النت وبيفضل ديفيد يحس بالألم الرهيب لحد ما بيغم عليه وبتقوم مظاهرات في كل أنحاء البلاد بعد نشر الأبحاث وبينقسم الرأي بين مؤيد ومعارض لصالح فيكتور وديفيد اللي في الوقت ده بتبقى بنته قاعدة جنبه في المستشفى لإنه دخل في غيبوبة ومحدش عارف هيفوق منها إمتى لكن ألمة للمرة الأولى بتقرر إنها هتفضل معاه لحد ما يفوق مهما مر الوقت وبكده بينتهي فيلمنا النهارده يا أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action ترجمة نانسي قنقر